موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد التعامل مع الله تبارك وتعالى فن لا يجيده إلا من أوتي حظا من التقوى ومعرفة مقام ربه والتعامل مع الله هو الأصل الأصيل الذي تتفرع عنه كل تعاملات المسلم مع الخلائق فكيف يدرك المسلم فقى التعامل مع ربه سبحانه وتعالى وما أسس هذا التعامل وأي مفاسد تطرأ على الأمة المسلمة من جراء جهلها بأسس وآداب التعامل مع خالقها عز وجل أهلا بكم أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام أسئلة نطرحها على ضيف هذه الحلقة دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أهلا ومرحبا بكم دكتور يا مرحبا بكم وبأستاذ المشاهدين ما المقصود بالتعامل مع الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد أسعد عباد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد فقه التعامل مع الله التعامل مع الله هذه أعظم قضية في الكون حينما نتكلم عن هذه القضية إنما نتكلم عن قضية الكون الكبرى إنها القضية التي تعده القضية الأولى في الدنيا والآخرة والسماوات والأرض إنها قضية الخلق أجمعين إنها القضية التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب ودون الدواوين ونشر الصحف وأقام الموازين وجعل خلق الجنة والنار إنها القضية التي بها يحيى المؤمنون وفي سبيلها يجاهد المجاهدون ويبذلون أرواحهم رخيصة في سبيل تأمينها وحراستها وتوفير البيئة الصحيحة لها إنها القضية التي في سبيلها ينشر الإمام العلم السماوي ويقيم له الجامعات والمدارس وتتواصل به الأجيال في حقائق في أعقابها وفي سلسلة تواصلها ونشر شريعتها ومحاربة الجهل بها وصد هجمات التحريف والتصحيف وصيانة معينها الطاهر صافيا نقيا إنها القضية التي من أجلها يرسل الإمام كتائب التبليغ ويبعث بها رسل البيان مبشرين ومنذرين حتى تقوم الحجة وتنقطع المحجة لدى المخالفين فلا يبقى لكافر بها على الله سبحانه وتعالى حجة ولا يبقى لمعرض عن الله تبارك تعالى له محجة إنها القضية التي من أجلها لعن إبليس حينما أباها ورفضها وكذلك حزبه وجنده من المشركين والملحدين ولذا غضب الله تعالى عليهم بسبب التنكر لها ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا إنها قضية الملائكة والجن والإنس إنها قضية الخلق أجمعين كيف تتعامل مع الله كيف تصل جسرا بينك وبين ربك جسرا من الحقائق الشرعية القائمة على قواعد الدين وأسسه ولذلك نقول ما معنى التعامل مع الله نقول إقامة علاقة صحيحة وجسرا قويما من الصلة الصحيحة بين العباد وبين ربهم تقوم هذه الصلة على معرفة مقام الألوهية وتقديره حق قدره العظيم والقيام بواجب العبودية لهذا الإله الجليل الكبير وهذه القضية قضية التعامل مع الله نعم لها فقه ولها ركائز ينطلق منها المرء وينطلق منها المسلم خاصة ويؤسس على هذه الركائز وتلك الحقائق أصول الجسور التي بناها بينه وبين ربه ومد بها حبائل الوصل بينه وبين الله التي أمر الله عز وجل بها أن توصل فلذلك ينبغي على العب أن يفهم أولا ركائز هذه القضية حتى يقيم قصورها على أسس صحيحة قبل الحديث عن الركائز دكتور هل التعامل مع الله سبحانه وتعالى أنا فهمت منك بحسب الأمثلة التي سختها في مقدمتك أن التعامل مع الله هو العبادة هو الطاعة فقط هل هذا هو أم أنه يشمل آليات أو طريقة محددة ثم هل التعامل مع الله يدخل في باب العقيدة أم الفقه أم الأداب لا التعامل مع الله تبارك وتعالى قضية أوسع من العبادة قضية أوسع من الاعتقاد قضية أوسع من هذا كله هي قائمة على مسائل الاعتقاد على حقيقة العبودية على حقيقة الخضوع والانكسار لله تبارك وتعالى على حقيقة السمع والطاعة له على حقيقة الصبر والشكر له على حقيقة أنه سبحانه وتعالى له الأمر وله النهي والمسلم يقول سمعنا وأطعنا كما مدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين معه بقوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وذلك حينما أنزل الله قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هنا ضج الصحابة وقاموا على يعني جثين على ركبهم قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا بالجهاد فجاهدنا بالزكاة فزكينا إنما هذه لا قبل لنا بها ومن منا لا يضمر السوء في نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا أتريدون أن تكونوا كبني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا قالوا ماذا نقول يا رسول الله قالوا قولوا سمعنا وأطعنا فلما قالوا سمعنا وأطعنا وأقروا بالخضوع والانكسار والمذلة لله رب العالمين خفف الله عنهم ذلك فأنزل قوله تعالى لها ما كسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فأصل هذه القضية أنا قلت هي قضية الدنيا والأخرة والسماوات والأرض قضية الخلق أجمعين هي ليست قضية عقدية يعني تقوم على سياق الأدلة وإنتاج البراهين وتقعيد النتائج وفقط لا هي قضية عقدية بالدرجة الأولى نعم ثم هي قضية عبادية بالدرجة الأولى كذلك يعني العقيدة تظهر هنا في العبادات وفي الأقوال والأخلاق والمعاملات لذلك لا هي لا يصح أن نحصرها في جانب العقيدة ونقف عندها ولا يصح أن نحصرها في جانب الشعائر ونقف عندها لا هي قضية الدين كلها أستاذ جهاد ولهذا ينبغي على السادة المشاهدين أن يستوعبوا معنى هذه الحقيقة نحن نتكلم عن قضية الوجود عن سر الخلق عن سر إرسال الرسل عن سر إنزال الكتب لماذا خلق الله الجنة والنار وأنزل وخلق آدم وأنزل الخلق إلى الأرض وأنزل معهم إبليس لماذا كل هذا هذا لهذه القضية كيف نتعامل مع الله عز وجل تعاملا مستقيما وفق ما أراد الله جل جلاله لا شك لأن لهذه العلاقة خصائص وسمات محددة كيف تتجلى هذه الخصائص والسمات وما أسس ومرتكزات هذه العلاقة نعم هذه العلاقة لها أسس خمسة يعني نحاول أن نجمعها في هذه الأسس الخمسة رقم واحد العلم بالله تبارك وتعالى والتعرف عليه سبحانه رقم اثنين توحيده ومواجهة الإشراك به باللسان والسنان رقم ثلاثة تعظيمه وتمجيده رقم أربعة إقامة العبادة الصحيحة له جوهرا ومظهرا رقم خمسة تقديم العمل المناسب لكل حدث يرسله سبحانه وتعالى فنقول هذا على سبيل الإجمال أما على سبيل التفصيل فنقول العلم به تبارك وتعالى والتعرف عليه فلابد أن يعرف المسلم ربه أن يعرف ما يجب له وما يجوز في حقه وما يستحيل عليه سبحانه وتعالى أن يعرف كيف يتكلم مع الله وأدب الكلام مع الله وأدب الدخول على الله وأدب الانصراف من محضر الله تبارك وتعالى فكل هذه أداب ينبغي أن يتعلمها المسلم وأن يحرص عليها وكل هذا واضح في دين الله جل جل ماذا ينبغي أن يعرف عن ربه يعني أنت قلت يجب أن يعرف ربه ما هذه كنا هذه المعرفة أي ونعم دعني أولا أقول من أين يستمد هذه المعرفة هذه المعرفة مستمدة من ثلاثة مصادر المصدر الأول القرآن العظيم المصدر الثاني السنة النبوية المصدر الثالث العقل المستقيم والنظر السليم لأن بعض المتمعقلين قد يقول أنت يعني توجب علي أن أخذ معرفة الله من كتابه وهذا يعني فيه تحيز وفيه يعني وفيه طعن في الشهادة لأنه لا أحد يشهد على نفسه إن أنا إذا أخذت معرفة الله وعلمه عن نفسه منه سبحانه وتعالى فهو سيشهد نفسي بلا شك فأقول له يا أخي خلاص أنا قلت إن مصدر المعرفة هو القرآن والسنة والعقول المستقيمة والأنظار السليمة فإنت اقترح لنا جهة نأخذ منها علومنا عن الله تبارك وتعالى فكل يعني من ينكر وحي السماء سيقول العقل أو الكون والنظر في الكون قلنا لا إذا لم نختلف لكن العقل السليم ليس العقل المطلق لا بد أن نقيد هذا العقل بالسليم لأن مناكب الأرض مزدحمة بأقوام عقلاء لكنهم منحرفون عن قضية التوحيد فهؤلاء مجانين ليسوا عقلاء مهما حازوا من العلوم ومهما حازوا من الشهادات ومهما حازوا من المعارف هؤلاء مجانين يعني هل تدرك مثلا أن رجلا عاقلا معه شهادة الدكتوراه في الطب في الهندسة في أي علم أيا كان ثم يزجد لبقرة هل هذا رجل عاقل هذا كل ما عنده أنه عنده بعض العلوم والمعارف التي يحيى بها ويحيى بها حياة عوجاء عرجاء ليست حياة مستقيمة وليست حياة سليمة ولذلك قلت لهذا المعترض لا بد أن نقيد العقل هنا بكونه المستقيم لماذا؟ لأن العقل المستقيم لا يمكن يستحيل أن يتعارض مع النص الإلهي ما هو العقل المستقيم؟ نعم العقل المستقيم هو المحفوظ من قبل الله تبارك وتعالى عن الانحراف الانحراف الفطري الانحراف الفطري ولذلك أي بنت صغيرة يعني تأبى التكشف بفطرتها أي ولد صغير يأبى الخطأ بفطرته ما دامت فطرته سليمة ومستقيمة هذا يأبى الأخطاء ويأبى العيب إباءا فطريا إنما يأتي يقول إن التفسخ يجوز وزواج مثلي يجوز وإن البنت لها أن تصاحب هذه فطر منكوسة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أحمد وغيره إن القلوب أربعة ومنها القلب المنكوس الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا هؤلاء قلوبهم منكوسة فكيف نأخذ منهم العلوم إذن فنعود إلى ما كنا بصدده فنقول إن المعرفة بالله تبارك وتعالى والعلم عنه يؤخذ إن المعرفة بالله تبارك وتعالى والعلم به يؤخذان من القرآن ومن السنة والله رب العالمين قد أفاض سبحانه وتعالى في الحديث عن نفسه وعن جلاله وعن جماله وعن كبريائه وعن عظمته وعن ملكوته وأنه خالق الخلق وواهب الرزق وأنه سبحانه وتعالى أعلن أعلن إعلانا يعني قرارا إلهيا أنه الإله الأوحد والرب الأعظم الذي لا ينبغي العبودية إلا له ولا تصح إلا له وأنه لا يقبل الشراكة ولا يقبل الإشراك ومن نازعه في هذه الحقائق يعني أسحقه وأسحته وأهلكه بالعذاب قال الله تبارك وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فهذا الإله الذي يتحدى الخلق جميعا ويقول أنا الإله الواحد وأنا ربكم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هذا الإله العظيم الذي يتحدى عباده ويقول لهم أنا ربكم وأنا إلهكم ويطلب منهم أن يعبدوه وأن يوحدوه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم نعم فاعبدوه نعم دكتور البيومي يعني العلاقة مع الله سبحانه وتعالى كيف يتحدد شكل هذه العلاقة ومستواها سواء صحة أم غلطا سواء رقيا أم تواضعا تتوقف طبيعة هذه العلاقة على درجة علم المسلم أم على درجة إيمانه بالأصل بالأساس بالدرجة الأولى نعم هو يتتوقف في الحقيقة بالدرجة الأولى على الهداية والهداية لا علاقة لها بالعلم ولا علاقة لها بالإيمان الله نعم الله تبارك وتعالى ذكر هذا في أكثر من موطن في القرآن والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرطها ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى إذن فهنا الهداية حينما تسكن قلب العبدي أيا كان فإنه يتوجه بكل يتيه إلى الله تبارك وتعالى ويبدأ يتعرف عن هذا الإله العظيم في أدق تفاصيل حياته وأدق المخلوقات في الدنيا في السماء والأرض وهو قد لا يكون من أهل العلم ولا من أهل المعارف إنما الهداية التي أسكبها الله عز وجل وأسكنها قلبه هي التي فتقت في ذهنه تلك المعارف وتلك العلوم إذن إذا ما كانت الأمور دكتور محمد إذا ما كانت الأمور تعود إلى الهداية فأين فضل الإنسان في هذا أين الثواب وأين يعني ملكته وعمله واجتهاده في هذا إذا كان الأمر متوقفا في الأصل على هداية الله لهذا نحن نتكلم عن عن فقه التعامل مع الله لأن كثير من الناس يعني يظن أنه يحصل هذا بجهده هو المحد لا هو أولا يتحصل أولا بسنة الاختصاص والاستفاء الإلهي ثم بسنة التوفيق ثم بسنة التوفيق الإلهي أيضا فالله يختص لهذا من يشاء من عباده ويصطفيهم له ثم يوفقهم لهذا والذين اهتدوا أزادهم هدى اهتدوا لم يبدأهم بالهداية وهذا خطأ كبير يعني منتشر ومشتهر بين الناس يقولون مثلا في تفسير قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فلابد للعبد أن يبدأ بالتغيير حتى يغيره الله وهذا كلام غير صحيح فالله عز وجل إذا أراد لعبد ما أن يتغير من الضلالة إلى الهدى هيأ له أسباب التغيير وقلقها في نفسه فتغيّى فطلبها وحرص عليها فوفقه الله عز وجل فحصل التغيير إذا عمل العبد واقع بين عملين لله عمل الإرادة به وعمل التوفيق له عمل الإرادة له أن يتغيّر فيقبل العبد على الهداية والتغيّر الصحيح ثم يأتيه توفيق الله عز وجل وهدايته ولذلك هنا نقول إن أعظم ما أقلق العابدين والصالحين حتى الأنبياء حتى الملائكة والعارفين بالله تبارك وتعالى أنهم يخافون من مكر الله بهم لماذا؟ لأن الله عز وجل غير مأمون المكر ومن أمر مكر الله ضل فلذلك هنا يحرص العبد دائما على أن يكون في معية الله وهو لا يرى لنفسه حقا ولا فضلا ولا سبقا في هذا الخير ولا يرى لنفسه جهدا مبذولا في هذا الخير إنما كله محض فضل الله عز وجل ومحض نعمته فلذلك هو يشكره ثم يعني يعترف بالتقصير لأنه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سبحان الله هو اشترى مع أن النفس هو التي خلقها وأعطاهم الجنة منحة منه فكيف يشكر هذا الإله العظيم ولذلك هو داود صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وَأَعْمَلُ أَلَ دَوُودَ شُكْرًا فَتَفَكَّرْ دَوُودِ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَشْكُرُكْ قال كيف يا داود تقول هذا قال يا ربي أشكرك على نعمتك وشكرك نعمة يحتاج إلى شكر فكيف أشكرك فقال يا داود الآن قد شكرتني الآن قد أقررت بالعجز ولذلك تقوم الملائكة يوم ينفق في الصور سجدا منذ أن خلقهم الله إلى هذه الساعة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك الإقرار لله بالعجز هو قمة العبودية وهو قمة معرفة حق الله تبارك وتعالى في هذا لأنه صاحب الفضل أولا وصاحبه أخيرا نعم لكن حقيقة دكتور محمد التعامل مع الله سبحانه وتعالى بعد هداية الله للعبد يتوقف بدرجة كبيرة على إدراك هذا العبد لمقام الألوهية ومقام الربوية نريد أن نبحث هذا بشيء من التفصيل ولكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدين الفاضيين نواصل حديثنا بعد العودة من هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة حديث عن فقه التعامل مع الله سبحانه وتعالى وحديثنا دائما مع الدكتور محمد أنوار البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر مرحبا بكم مرتا مرحبا بكم أستاذ غير علاقة المسلم طبعا نحن يعني جنابك تحدثت عن قضية الهداية وهذا الأمر يعني من الله سبحانه وتعالى للعبد وهو منها لكن بعد ذلك يعني لابد أن تعامل العبد مع الله وفق هذا التعامل يترتب على قضايا مهمة مثل إدراك هذا العبد لمقام الربوبية ومقام الألوهية أي الاعتبارين أولى هنا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى هل هو مقام الألوهية أم مقامه الربوبية ولا توضح بشكل مختصر معنى الربوبية ومعنى الالهية والله يا أستاذ جهاد انت حطيتني في خانتي لك لأننا أنا لست مؤمنا بمسألة الألوهية والربوبية أنا ليس عندي فرق بين الاله والرب وليس عندي وتقسيم التوحيد إلى ألوهية والربوبية وأسماء صفاتها على العلم هو فقط تقسيم العلماء لتسهيل على المسلمين يعني التمييز بين ما ينبغي له في هذه الحالة وما ينبغي له في تلك الحالة لا أنا أرى أن هذا تقسيم مبتدع ولا صح أن يكرر لأن الإله هو الرب والرب هو الإله الحمد لله رب العالمين إن ربكم الله ما ألش إن ربكم الرب الحمد لله رب العالمين ما ألش الحمد لله إله العالمين فما فيش فرق بين الإله والرب والله تبارك وتعالى قال في كتابه قل ما يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر كل هذه صفات الإله والرب مع بعضها ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأن تصرفون إذن فعلى العبد أن يفهم وأن يعلم حقيقة الله تبارك وتعالى أو حقيقة الرب جل جلاله أنه الخالق الرازق المدبر الذي أنزل الشريعة وألزم عباده بها وأن له الأمر وأنه لا يصح للعباد أن يتقدم بين يدي الله عز وجل لا بالاقتراح ولا بالتغيير ولا بالتبديل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فلذلك القضية عند المسلم أنه يحاول أن يفهم وأن يعلم حقيقة الله تبارك وتعالى من القرآن والسنة وأن يلزم نفسه ما ورد في القرآن والسنة لكن لو أذنت لي دكتور يعني المشركون قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل البيثة كانوا يعني يدركون الرب ويقولون يعني هذه الأصنام كانت تقربون إلى الله زلفة يعني يعترفون بوجود الإله لكن لا يعرفون أو لا يؤمنون بمقام الألوهية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيرهم وهو الذي يطلب منهم العبادته على هذه الصغة وعلى هذه الصورة لا كانوا غير صحيح لأن الله تبارك وتعالى قال وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُمْ أَلْشِفَ لَيَقُولُنَّ الْرَبْدُ وَخِدْبَال حضرتك لا هم يعرفون وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أن أحيط بهم دعوا الله دعوا الله فلذلك لا 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 هذا يعني الكافرون كانوا يدلسون على أنفسهم أنا ما وجدت يعني أفجر ممن يكذب على نفسه يعني تكذب على الناس ماشي وأنما تكذب على نفسك وتدلس على نفسك وتقول هذا الكون لا وجود له وأنت في قرارك تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وخلق الكون وله منهج ينبغي أن يتبع لا هذا تدلس على النفس وكذب وخداع لا وهذا أفجر الفجور طيب كيف يدرك المسلم يعني حقيقة الله سبحانه وتعالى ومقامه أيها نعم أحسنت يعني بلاش نحن ندخل في قضية التقسيمات خلينا في موضوعنا إنما جزاك الله خيرا لأنك يعني نبهت عليها أو فتحت لنا الباب للتنبيه على هذا أعد علي السؤال يا أستاذ قائد كيف يدرك المسلم حقيقة الله سبحانه وتعالى الذي يعبده ومقام هذا الرب سبحانه وتعالى هذا الإله العظيم جاء اليهود فقالوا يا محمد صف لنا ربك فأنزل الله سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة أحد وجاء المشركون وقالوا يا محمد أنسب لنا ربك فأنزل الله سورة الإخلاص أيضا الحديثان صحيحات فقل هو الله أحد فلعلها تكرر السؤال لعل السؤال تكرر عليه صلى الله عليه وسلم ونزلت السورة مرة واحدة تجيب على السؤالين على سؤال النسب وعلى سؤال الوصف فالإشكال عند الناس أنهم يتصورون الله تبارك وتعالى من جنس خلقه أو من نوع خلقه أو هو داخل في هذه البيئات لا الله بائن عن خلقه ليس من خلقه وليس من مادة ولو كان من مادة لكان مخلوقا له أول وله آخر يعرف المسلمون هذه الحقيقة لا المسلمون للأسف تغيب عنهم هذه الحقائق ولذلك ولذلك يخدعهم الشيطان وتخدعهم أنفسهم في بعض الأوقات يقولون مثلا إذا نزل به ضر يقولون يعني ألا يوجد عندك سوى تضره تأخذ منه ولده تبتليه هذا لا يقاس عليهم من النسبة أن تكون جدا محدودة بين المسلمين نرجو هذا والله هذا ما يصرنا بلا شك نرجوه ولذلك حينما يعني يظهر الارتداد صورة الردة في طائفة الشباب وطائفة المثقفين والمتعلمين يقولون أين الله من هذا الضر ولماذا لم ينصر الله يا أخي أنت تحاكم الله من أنت حتى تحاكم الله تبارك تعالى أليس من الأجدر بك أن تسأل نفسك لماذا لم أنصر يعني أنت ود حينما يرصب الطالب يا أستاذ جهاد هل للطالب أن يوجه السؤال إلى الأستاذ وإلى الإدارة التي أرسبته فيقول لماذا أرسبتموني أم يقول لنفسه لماذا لم أذاكر يعني أفهم من كنامك أن ما تمر به الأمة الإسلامية حاليا وخصوصا الدول العربية له علاقة أصيلة أو علاقة عضوية بطبيعة التعامل مع الله أحسنت بارك الله فيه بلا شك لأن المسلمين أنا أقول جماعة المسلمين هنا لم يحققوا النداءات الإلهية الكبيرة التي يعني من أجلها خلقهم الله عز وجل وهي أن الله عز وجل هو الذي خلقهم ورزقهم عندهم شك في هذه المسائل عندهم شك في داخلهم لا يبوحون به إنما يظهر على فلتات ألسنتهم وتترجمه أعمالهم حينما يرتمون في أحضان الكفار ويرتمون تحت أقدامهم ما معنى الارتباع هنا يعني كيف يعني يترك باب الله ويذهب إلى باب الكفار يا أخي كيف يعني ينفذ لهم مخططاته وتحاكل تقية عن ضعف عن ضعف تقية وأين الله تبارك وتعالى حتى تكون ضعيفا ولا ترتمي بحماه فيحميك فلذلك أعلن أنه هو الذي خلق الأعماء أعلن سبحانه أنه هو الذي شرع الشرائع ولا يصح غيره عنده سبحانه وتعالى يعني لا يصح عند الله تبارك وتعالى إلا ما شرع وإلا ما أنزل أمر الناس بعبادته وحده وهم يجركون في عبادة الله كثير من المسلمين يذهب إلى الصلاة ويحرصه في قلبه وفي نفسه أن يراه الناس في المسجد حتى يحسنوا الظن به وحتى يحسنوا الثناء عليه إذا تصدق أعطى أمام الخلق حتى يعلموا أنه رجل كريم سخي يعني كثير هذا من الله في أنفس الناس مقامه ضعيف في أنفس المسلمين في أنفس كثير من المسلمين ولذلك نحن نجني هذه الثمار المرة أمرنا بالاعتماد عليه والتوكل عليه والثقة فيه ليس عندنا ثقة في رب العالمين نحن قلقون دكتور محمد ألتمس منك المعذرة حتى لا نقفز على الخطوات يعني ربنا نبحث واقع المسلمين الآن في تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى في المحور الأخير لكن الآن أريد أن أستفيد منك وأعرف كيف يدرك للمرء حقيقة الله سبحانه وتعالى ومقامه هل من خلال قراءة القرآن والمسلمون يقرؤون القرآن هل من خلال سؤال العلماء هل من خلال التفكر والتأمل لوحدي لابد أن هناك طريقة يدرك من خلالها المسلم مقام ربه سبحانه وتعالى ومن ثم ماذا يترتب على هذه المعرفة بعد ذلك هو أنه يعلم أن ربه تبارك وتعالى يعلم من خلال القرآن وقلت ومن خلال السنة النبوية ومن خلال الدروس العلمية الصحيحة السليمة في هذا يحرص عليها يحرص على قراءة القرآن لو سألت كثيرا من المسلمين ما وردك من القرآن في اليوم يقول لك صفحة ويقول لك لا أقرأ وبعضهم يقول أنا أصلا لا أصلي وبعضهم يقول أنا لا أحافظ على صلاة الفجر أو صلاة العشاء أنا أنام آتي تعباد فالتفريط في هذه المسائل فكيف إذن يعرف ربه إذا كان يفرط في شريعته فلذلك معرفة الله تتآكل في قلب العباد حينما يفرطون في أوامره ونواهيه ويجترئون على مناهيه سبحانه وتعالى لكن هنا معذرة يعني هنا عدنا إلى نقطة مهمة جدا إذن علاقة المرء المسلم بربه مبنية إلى حد كبير بعد الهداية طبعا على معرفته بالله صحة على العلم تمام بلا شك ما هو الهداية أولا هي التي تقذف في نفسك هذه المعارف ثم أنت تزكيها بما أنزل الله عز وجل من الشرائع ومن القرآن والسنة وكلما قرأت القرآن بتلك الهداية ازدادت المعرفة وازداد علمك بالله تبارك وتعالى وازداد إقبالك على الله تبارك وتعالى وقل أو انعدم إعراضك عنه وازداد إعراضك عن إبليس وحزب إبليس وجنود إبليس وطائفة إبليس يعني صنعت بهذه المعارف وتلك الهداية جدارا عظيما جدا وسورا ضخما يعزلك عن إبليس وحزبه وجنده دكتور إلى أي مدى يتغير حال المسلم أو تتغير حال المسلم مع الله سبحانه وتعالى تعاملا في حال الرخاء عنها في حال النوازل والطامات والمدلهمات هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم أننا أصحاب أغيار والله تبارك من رحمته تبارك وتعالى من رحمته أنه قدر فينا هذا وقبله منا وعذرنا به لكن وضع لنا العلاجات التي تقوم العبد إذا سقط وتنهضه إذا وقع وتأخذ بيده إذا تعثر ويعني تبعث فيه القوة من جديد إذا أصابته العلال فلذلك إذا العبد أصابه إذا أصابته الشدة فماذا يصنع عليه أن يلجأ إلى صاحبه إلى الرب جل جلاله يعني ينقذه من هذه الشدة كيف يكون هذا اللجوء؟ ما هي وحال هذه اللجوء؟ أولا أنه لا مخرج له من هذه إلا بالله ولذلك سيدنا كعب بن مالك يقول حتى إذا بلغنا الحالة التي وصفها الله فضاقت علينا الأرض بمرحبة وضاقت علينا أنفسنا وعلمنا أن له لا ملجأ لنا من الله إلا إليه هرعنا إليه فلذلك يهرع العبد إلى ربه تبارك وتعالى لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه ولا مفر له إلا منه ربما لا تكون ماهية اللجوء إلى الله وأن يهرع المرء إلى ربه سبحانه وتعالى ربما هذه الماهية ليست وضحة لدى كثيرا من المسلمين هل يهرع المرء إلى ربه بقراءة القرآن بكثرة الصلوات بالدعاء؟ نعم يقول يا رب حينما تنزل به الشدة يقول يا رب يعني كني جارا من هذه الشدائل يا رب ارفع عني هذه الشدائل أنا ضعيف لا أطيق أنا ضعيف لا صبر لي لكن كثير من المسلمين يخاطبون الله سبحانه وتعالى ثم قبل قليل جانبك ذكرت بأنهم يقولون لماذا لم تنصرنا هل يا رب هي فقط من فقه التعامل مع الله هل لهذه المخاطبة بالدعاء هل لها مقتضيات معينة ينبغي أن تسبقها؟ ما هي إذا كانت صادقة من القلب وخالصة فالله لا يهملها أبدا هناك ممن يسكر ويزني ويرتكب المبيقات لكنه صادق في نجواه لا هذا كذاب هذا كذاب ولو كان صادقا يبقى ربنا جل جلاله له حكمة معه ربما يأخذ بيده في لحظة من اللحظات التي حددها الله أصل برضو ربنا جل جلاله لابد أن نفهم هذه الحقيقة ليس عاملا عندنا نقول له اعمل كذا يعمل لا تجري هذه الأمور بسنن بسنن ومقادير إذا وافقت دعاء السنة ووافق القدر يعني تحقق كيف يعرف طريق الوصول إلى موافقة حاله ودعائه وعبادته لسنن الله سبحانه لا هو غير مطالب بهذا هو المطالب به أن يظل يلح على الله في الدعاء وأن لا يفارق بابه أبدا لماذا؟ هو يعني بعض الناس كان ضرب مثلا بهذا قال مثله كمثل رجل سقط في بئر وكاذا أن يموت تمام؟ فلما يعني صرخ واستنقذ الناس نفسه يعني دلوا له بحبل ليربط به نفسه ليستخرجوه به فبدلا من أن يربط الحبل مثلا في وسطه أو في مكان إزاره ربطه في عنقه ليختنق به يموت فهذا جنود فلذلك لا بد أن يعرف أين ومتى وكيف وأن يفقد الأمل في ربه أمدا لأن فقدان الأمل في الله تبارك تعالى هذا عين الضلال الثقة بالله أنه سيكشف وأنه سيرفع الهم هذا منتهى العبودية أنت تقودون إلى نقطة مهمة في حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان هل هذه مقامات في التعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ نعم يعني هنا يقودنا إلى الحديث أيضا عن بعض القيم الشرعية مثل الصبر والشكر والإحسان والطاعة كيف تتحقق هذه القيم الشرعية من منظور التعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك نحن كنا نتكلم في المنظور حالة الشدة وهي بالصبر واللجوء إلى الله وطلب المدد منه وطلب رفع البلاء الحالة الثانية وهي حالة الرخاء بالإحسان والنفقة فيما يرضيه سبحانه وتعالى حتى يصل يترقى من درجات الإيمان كما ذكرت حضرتك من الإسلام إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الإحسان والذي يعني يصل به إلى مقام أن يعبد الله كأنه يراه فلذلك وهو يراقب ربه كيف يصل إلى هذه المرحلة؟ لا هذه عطاءات يا أستاذ جهاد ليست بالاجتهاد لا لا هذه عطاءات هذا أغلاق باب الأمل عند الناس لا ليس إغلاق باب الأمل عليك أن تسير عليك أن تسير في الطريق مع السائرين فربما وصلت وربما لم تصل أنت ونصيبك وحظك من عطاء الله أليس العطاء مرتبطا بالجهد؟ كلا نمد يعني هنا الحديث ربما يمس قضية مهمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهو العدالة يعني إذا كان المرء مجتهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى طلبا لوصوله إلى المرحلة الإحسان ولم يعطها بينما يعطها رجل ليس مكترثا كثيرا إلى هذه المسائل هذا هنا ربما شيء يلتبس عند الناس قضية متعلقة بعضل الله سبحانه وتعالى والله أنا أحييك على هذا السؤال وكويسي أصبر علي أن أنا يعني سأصر إني عليك من الصابرين سأجيب في إجابة مختصرة جدا لكن قبل أن أجيب أذكر حديث الرجل الذي كان يعني في الجهاد مع المسلمين ولا يترك لهم شاذة للكافرين شاذة ولا باذة إلا يعني قتلها وأبل بلاء حسنا نعم فلما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار فقال أحد الصحابة فوضعته في نفسي وراقبته فوجدته قد أصابته جراحة فلم يصبر عليها فوضع ذبابة سيفه في صدره ثم اتكأ عليه فقتل نفسه فعاد الرجل الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله فقال لماذا فقال لأن الرجل الذي ذكرت من أمره كيت وكيت حصل فيه كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد أني رسول الله فلذلك نقول هذا قد يبدو للناس أن هذا يسير إلى الله ويطلو طريق الإحسان هذا فيما يبدو للناس إنما عند الله ليس كذلك ولكن مسألة العدل الإلهي يا أستاذ جهاد العدل الإلهي لا علاقة له بالعطاءات إنما علاقته في الأجزية والمثوبات العدل الإلهي يعني مثلا أنت غني وأنا فقير فين العدل الإلهي هنا ما فيش هذا لا علاقة لها بالعدل الإلهي هذه جميلة وتلك قبيحة أين العدل الإلهي هنا ما فيش هذا خرج تقييمة العدل أيها هذا لا علاقة له بدائرة العدل لماذا لأن هذه عطاءات العطاءات لا علاقة لها بالعدل إنما أنت قدمت عملا ليس من العدل أن لا تجزى عليه إذا كان مقبولا صحيح وخطبال حضر إذن فالعدل دائرته الأجزية في العقوبات والمثوبات إنما لا علاقة بالعدل في العطاءات والمواهب نعم نعم وصلنا إلى الفاصل يعني هناك حديث كثير عن واقع المسلمين وحالهم وفي تعاملاتهم مع الله سبحانه وتعالى نبحثه بعد الفاصل هذا فاصل أخير نعود لاستكمال حلقة بعد قليل ترجمة نانسي قنقر مواقع التواصل الاجتماعي مؤثرة في زمننا زاد اهتمام الشباب بالفضاء الألكتروني نعرض لكم أبرز المقاطع والأحداث نبحث دائما عن كل جديد في مواقع التواصل نستعرض ما يهمكم نقاشاتكم والقضايا التي تدخل في إطار اهتماماتكم في برنامجنا فرصة لآرائكم المتعددة أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة دكتورنا الآن الظاهر من حياة المسلمين وهذا ربما يحتاج إلى بعض التحديدات وبعض التوسع هل يوحل الناظر إلى المسلمين من بعيد أنهم يفقهون التعامل مع الله سبحانه وتعالى والله يا أستاذ جهاد هذا سؤال لو لبي في الحقيقة لا الواقع المسلمين يدل على أنهم لا يفقهون التعامل مع الله ولا يقيمونه إقامة صحيحة ولا يؤسسونه على ركاء السليمة ولا يصلون القسور الموصلة بينهم وبين ربهم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي ودا منه إليه أو ودا بينهم فهذا قائم على الإيمان الصحيح والعمل الصالح فلذلك انحرف الإيمان عند كثير من المسلمين بل عند من ينتسبون إلى العلم وانحرفت بناء عليه أعمالهم انحرفت إما أنها ضلت عن شريعة الله وإن انتسبت إلى التدين أو أنها بعدت تماما عن شريعة الله فذهبوا بأنفسهم إلى حزب الشيطان فلذلك هذان القسمان إما الانحراف وإما الانزلاق فهذا يدل دلالة واضحة على أن كثير من المسلمين أو مظاهر حياة المسلمين لا علاقة لها بدينهم والسبب في هذا هو أنهم أقاموا هذه العلاقة على أسس غير سليمة فلذلك مثلا يتمنون أو يودون العقلاء منهم يودون أن يعيشوا في الدنيا حياة المترفين الأغنياء ثم إذا ماتوا يكونون في الجنة في مقام الصديقين والصحابة والصالحين وهذا هبل لأن من أراد أن يكون مع الصحابة في مقامهم في الجنة ينبغي أن يعيش كعيشتهم وأن يكون حياته كحياتهم فلذلك هناك انفصام بين التدين وبين واقع المسلمين أما جماهير المسلمين لا فعندهم انزلاق كبير وبعد كبير عن حقيقة العلاقة بينهم وبين ربهم أقاموها على الهوس دكتور في الستينيات من القرن الماضي وفي الخمسينيات يعني كانت المحجبة في الحي أو في المدينة ربما تكون عورة الناس تعتبرها عورة لم يكن هناك حجاب كانت المساجد فارغة اليوم الحالة يعني معكوسة وكثير من المفكرين والدعاة يتحدثون عن صحوة إسلامية عارمة تشتاح العالم الإسلامي يعني كيف تكون علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى غير سوية في الوقت الذي الناس عادت فيه إذا الإسلام ظاهرا لا نص طيبين زيما حضرك بتقول ظاهرا يعني الناس اللي بتتكلم عن الصحوة الإسلامية نص طيبين إنما إلا حضرتك ولذلك حضرك بتقول دلوقتي عادوا ظاهرا عادوا ظاهرا طيب المسلم لا يقبل لدينه أن ينحى عن الحياة المسلم لا يقبل أن يتحاكم إلى الطاغوت المسلم لا يقبل أن يؤسس له حياته ومشروعات أموره الناس ويخالفون بهذا شرع الله الذي أنزله في العلاقات في العقائد في العبادات في المعاملات في كل هذه الأمور لا المسلم لا يقبل هذا مع ذلك قبل وقد تكون يعني تلبس الحجاب في الظاهر وهي تقبل وترفض ترفض المساواة بين أو تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وتقول هذا ظلم الذي في قرآنكم هذا ظلم وقد يصلي ويحج بيت الله الحرام وهو يأكل ميراث أخته وميراث إخوته ويظلم جيرانه ويعتدي على هذا ويعتدي على ذاك لا يا أستاذ جاد طب اضطراب العلاقة بين العبد وربه كما هي أحد المسلمين اليوم بناء على ما تفضلت به ما هي النتائج التي ستؤدي إليها وقد تؤديها وفق السنان لله سبحانه أنا لست متشائما إنما أنا أرصد الواقع بحقيقته بما أشعر أنني أراه على حقيقته نتائج هذا نتائج وقيمة جدا وهي الجهل أول نتيجة الجهل بمقام الله تبارك وتعالى هذا سبب وليس نتيجة لا هذا ليس سبب هذا نتيجة نتيجة لانحراف الناس في علاقتهم بالله فأدى هذا إلى جهلهم بمقام الله أليس الناس انحرفت علاقتها بالله بسبب جهلها بمقامه ما نقول أن هذا سببه الهداية وليس العلم نعم فلذلك الجهل هنا يأتي من ورائه التمرد على شرعه الجهل أنتج التمرد على الشريعة والتمرد على الشريعة أنتج الإشراك بالله تبارك وتعالى والإشراك بالله أظهر مظاهره وأعلى صوره مزحمة رب العالمين في الأمر والناهج لكن ثمت إشكالية هنا قد تلتبس عند المسلمين صدر دكتور لكن كيف يمكن توضيح هذا الالتباس؟ طيب خدتنا بعيد كده طيب على كل حال يعني حتى تتضح القضية أيوة نعم هذه هي قضية هي حقيقة الإيمان وهي حقيقة الدين هي حقيقة الدين أن الأصل في كل أمر هو الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون فلذلك لكن الإشكالية ينتجها الشيطان في رؤوس الناس من أين؟ أن يلقي في أذهانهم ويلقي في قلوبهم أنهم مساكي إنما هم يعني ريشة طائرة في الهواء تحت أقدار الله تبارك وتعالى ولذلك نقول إذا علمنا قدر الله فينا قبل أن ينزل بنا يكون عندنا حق أقولها مرة ثانية إذا علمنا قدر الله فينا قبل أن ينزل بنا يكون عندنا حق يعني لو الطالب هذا ذهب إلى الامتحان غدا وهو سيرسم مكتوب عنه في علم الله تبارك وتعالى أنه سيرسم تمام؟ إذن ينبغي أن لا يذاكر تمام؟ نعم اسبر علي طيب هل هو علم هذا أم لا؟ هو لم يعلم هذا ولذلك هو يذاكر لكن هو لا يوفق إلى المذاكرة التي تنجحه هو ينحرف عن المذاكرة السليمة إما التحصيل أو الإجابة أو المنهج أو أي شيء اصبر عليها بعد إذنك ما بقي هو قد تفضل ما بقي هو قد تفضل أجل معذرة يعني بقيها دقيقة من فضلك دكتور يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يهديهم لحسن التعامل معه كيف يحاسبهم على عدم حسن التعامل معه؟ هم لم يعلموا هذا ما أنا قلت له قلت له هذا الطالب لو علم أنه سيرصب يبقى لا ينبغي إله أن يذاكر إنما لكونه لم يعلم برسوبه يبقى هو يذاكر لكنه لم يوفق في الحقيقة إلى المذاكرة الصحيحة هذه واحدة الثانية طيب هل ظن مثلاً أن الله قد كتبه عنده من الناجحين فاجتهد في المذاكرة؟ ولذلك اضل هذا يا أخي أنت ضللت علمت أنك ضل بعد أن ضللت ليس قبل أن تضل علمت بعده طيب ولماذا لم تجرب أن تتوب فلعل الله كتبك عنده من التائبين ليس جبراً هنا لا لا نحن لم نعلم الجبر لو علمنا إنما نحن لم نعلم نحن لم نعلم المكتوب لنا أو علينا من الله فلذلك نحن نطلب الخير من الله ومن صدق وفق ومن لم يصدق ومن لم يصدق لم يوفق إذن عدنا إلى النقطة الأولى وهي أنها مرتبطة بالجهد جزاك الله خيراً وأحسن إليك شكراً جزيلاً لك دكتور وأرجو أن أكون قدمنا لسهد المشاهدين في هذا الموضوع الحساس والدقيق ما ينفعهم وما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وأخيرتهم مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفية الكريم المكرم الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر شكر الله لكم حسن المتابعة في حراسة الله وتوفيقه اشتركوا في القناة